ومعارض الانترنت ومعارض الانترنت ومعارض الانترنت ومعارض الانترنت وأنا أشكركم أخرى أشكركم بكتور سلطان أنت تجدت ممتازة أما أصابت هنا سبع أثناء سبع أثناء بعد فرصة الانترنت أنتلاحكم كم يمكن أن نرى كم أمي الأمي وأكوة كم مقالبات أمي أمي هنا هنا هناك لا يستطيع اللي لكي أخذت وكل شيء يريدون أمي الأمي الأمي بطلق لذلك لديهم أنتظر بالتأكيد بطلق تتحرك في تحديث و تحديث. لكن هذا المومنتم المتحدة التي أتمنى أنه سيكون يجب أن تتحرك في حالة مستقبلة. لذلك تتحرك في تحديث و تحديث. وذلك يكون لكم الآن. شكراً لكم. شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر إنه إعجابنا أن نقوم بإعجابنا لكي ترجمة نانسي قنقر كما تنظر لكي ترجمة نانسي قنقر سنقوم بإعجابنا على المنزل ترجمة نانسي قنقر هناك الآن لنبدأ من المهمة أن المنزل و المنزل لا يمكن أن يساعد أن المنزل و المنزل لا يمكن أن يساعد نانسي قنقر نانسي قنقر كما ترجمة نانسي قنقر لكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فلن يجب أن نطلب محققًا نظرر أصدقاء. عندما يجب أن نطلب محققًا نظرر أصدقاء. إذا كانت يجب أن يعمل نعمل، أن نطلب محققًا. إلا أننا المساطينين من أول المجال ، أولاً لنظرر أولاً لا يجب أن يجب أن نثقق ايه لا يجب أن يجب أن يخصر على التحديد من المعارضة وأن الأحفلوم على التعامل. سؤال The second principle, each country must choose its paths. The third principle, we must assume a shock of public finance. And the fourth principle, we need much more private sectors. موسيقى 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 المست suppose مدبس يجب أن ننخلقه من المعيش. لأننا يجب بإمكانهم حياة قلية وإنهمهم جباله لأنه المعارفة الثانية للعيش إلى المعارفة. وأنه صفحتنا للذكرة. نعم ما ننخلق على العديد منون بلواتره لتنمواتي للتنمواتي لتنمواتي للواتر للسعوانات المرات المعارفة لتعبير الواتر المدبس يتحلح المعارفة. So let me end here with a call for us the MDBs to work together to scale this type of instrument which is a very pragmatic, palpable thing to do. But I think it's really important to know that nature and climate are not two separate things. Mother Nature, Mother Earth didn't create all this list of acronyms, it doesn't recognize them. It sees nature including climate as one ecosystem. why are we singing about linhwarm kadar impact and affected by crisis play a bigger role in actually determining the types of funding they need and the locations that it needs to go to the three issues ecology social and democracy are ties emotionally linked إن نريد الشديد يتحدث بإنهام دائماً. عندما لمباشرة بسببت المساعدة السبب تعمل مفور الجوانين بمناسببتي في هذه الجزمة للاقيامة حينما نحاول قتنة عن الاحتمال ومنها أن طلبت الشمارة وما أن تدرس الأنمي ليس لن نشاركت فلساهات ودوها من أجل العامة سنقل اليوم لأننا قمنا بإمكان قد يشترك لجدبي ويشترك على تقديم الانتجان لأنه تسجيل الانتجاني بمان تجربة 40% النوارد من المزيد من الأعلى الانتجاني من المفترض الانتجاني تتكلم نحن نحن نطلق نحن نحتاج الانتجاني نحن 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 الانتجاني لن نفسنا بسرعة في ما يريد أن نفسه ينفعل لدينا أجزاء العديد هنا لذلك نحن نفسنا نحن خطفين بمكتابات المتدرين لتضعها لتدكيب من المتدرين أنك في خارج العالم لدينا مم시ّا جيد We have a lot of money available and that we have a lot of projects that need finance So it's our goal is to bring together those two parties So let's be imaginative let's build a taskforce that can look at all these financial possibilities these sources whether it is a tax on transaction on the financial transaction إعجابنا أن نотивى على موضوع المتعامل، لدينا المشكر. نحن نعطي على موضوع المتعامل، فإنًا نحن نطلقها. نحن نطلق منا نطلق لحد أحد فنزل لا نطلق لدينا. ما أجب أن نشعر عرض للتحضر فإن التحضر لفتكال المتعامل، لأن هذا تكون بطريقة جدًوب أكثر منهم من أكثر من أجل. فقط 4% فقط. إذا هنفته نظر فقط. أجنزلت أهتمام عامًا من الثاني المهاجد في هذا المقارب في مارس في الگابن تمكننا من الضمام إلى الرئيس مكرون لكي نحصل على تمويل صغير حيثنا تمكن من تقديم الكثير من الدول ترجمة نانسي قنقر الشعب العالم يشاهد ما تقمنا به ومتناقشناه في هذا الاجتماع الشعوب نحن نتابعكم الشعب العالم يشاهم . السيد الرئيسي قمهريا سيدي رائزๆ ماذا أتبه على شعر الأمور. سنرغت على شعر الريطات؟ أليس لديكم كنا تريدو؟ . ترجمة اللجة في مغربة. أنا يريفعر بخارج شيئا حتى نترك. هل أنت مغربة في مغربة؟ غير بغرباتون؟ ترجمة لك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ربما أخرج أيضا. موسيقى وقد قمنا بتحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية وكذلك تحديد مصار نحو شراقة مالية جديدة أقصر توازنا بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وكذلك نعمل على الحصول على التمويل اللازم من أجل المزيد في عملية التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل موسيقى 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 ستكون الدول من عيروبي ومجموعة العشرين والهند وقب 28 والجي سبعة وستواصل تنفيذ هذا الجدول الأعمال والخروج بالتزامات ونحن هنا لنتفق على نفس الأمور وهناك عناصر بسيطة ونتفق على أنه ليس علينا الاختيار بين هذه الخطط بل علينا التنفيذها بنفس الوقت لمحاربة الفقر والنجوع وتقليل الانبعاثات وحل مشاكل التغيير المناخي وعلينا أن ننجح بإدخال مسألة التنوع البيولوجي وبالتالي هناك مسألة المناخ وعلينا أن نتعامل مع هذه المسألة بوضع خطط تنفض على الأرض والمسألة الثانية هو أننا نعمل على حماية الغابات والطبيعة من أجل الطاقة وفي نهاية الأمر في المؤسسات الدولية نحن نعمل على إيجاد السبل التي تسعى لتنفيذ خطط شمولية وليس لكل دولة على حدة الأنصر الثالث جميعنا سنتحدث عن التمويل القطاع العام من تعليم وصحة وإيجاد الفرص الاقتصادية وعلينا أن نغير مؤسساتنا أولا بأن نقبل أن علينا أن نستثمر أو رفع الاستثمارات فيها وأهم الأمور التي خرجنا بها هي وضع خارطة طريق مع البنك الدولي وصندوق النقل الدولي لتحسين الأمور وثانيا تفعيل البنوك العامة وهذا كان نتيجة نقاشاتنا يوم أمس بوضع بودة تحتية تعددية وأن يكون هناك توازن بين المؤسسات المالية والبنوك وثالثا وأمر مهم جدا هو تقديم التزامات متوازية لإصلاح مؤسساتنا المالية ومجموعة السبعة تحدثت عن هذه المسألة والأطراف الفاعلة الكبيرة في الاقتصاد العالمي علينا أن نتجنب تجزئت هذه المؤسسات والعمل على إصلاحها لتكون أكثر عدلا وأكثر تمثيلا والوضع الراهن الموجود لدينا الآن علينا أن نطوره وما تفعله الدول والمؤسسات وفكرة التعاون الدولي هذه مسألة ذكرتها أطراف عدة وأيضا النقل البحري وتحسينه وهذه المسائل كلها ما كانت لتنجح لولا وجود التعاون الدولي وأيضا وضع الحد الأدنى من الضرائب في مجموعة التعاون الاقتصادي الأويسيدي وكذلك هناك أمور أدى أدتنا لأن نصل إلى استنتاج وهو أن علينا أن نحشد المزيد من التمويل الخاص وهذا ليس كافيا في الدول الناشئة والدول المتوسطة الدخل والدول الفقيرة ما علينا فعله هو إجاد الآليات الكثير من العمل تم العام الماضي في السنوات الماضية لتجنب المخاطر وللحصول على التمويل الخاص هناك تعاون بين البنوك ووضعنا دولار أو يورو من التمويل العام لا بد أن يكون مقابله دولار أو يورو من القطاع الخاص وهذا أمر مهم جدا علينا أن نحشد وأن نشارك أيضا الدول المعنية بهذه المسألة هذا ما خرجنا به من عملنا وهذه أدوات جديدة وإجماع جديد ومنهج جديدة وإصلاحات حكومية كبيرة مهمة وقد شغل يمكنكم من المتاحة لا تجربة كنت معجزة فيك وأجنب المدى ولكن أيضًا على نفس الشركات والماركترون ويقدره على الارد للتناة ولكن للمساعدة كمية المساعدة ومن المساعدين والمساعدة كل جةس المساعدة المترجم للقناة أود أن أعرب عن تقديرنا للرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية لعقد هذه القمة وعلى ترتيباتكم الرائعة. الحكومة الصينية تعطي أهمية كبيرة للتنمية العالمية والحوكمة. الرئيس تشيشن بينج في السنوات الماضية قد اقترح التنمية العالمية ومبادرة التنمية العالمية وكذلك مبادرة الأمن العالمي بالإضافة إلى مبادرة الحضارة العالمية. ولقد تم تلقيها بشكل جيد من قبل المجتمع الدولي وتم ترجمتها كذلك إلى إجراءات ملموسة. مواقف الصين ليست فقط مجرد أفكار تسهم بها الصين في المجتمع الدولي ولكنها كذلك إنعكاسات لاستمرار عمل الصين في مجال التنمية. أولا كمحرك أساسي للاقتصاد العالمي الصين قد قامت بدخء كثير من التمويل لتحقيق التنمية العالمية. خلال العقد الماضي كما تعلمون جميعا لقد قمنا بتقديم تقريبا مساهمة بالنسبة 30% في النمو العالمية. والصين كذلك كانت هي المحرك للاقتصاد العالمي. وهذا العام الاقتصاد الصيني قد أظهر ارتفاع كثير في الربع الأول من إجمال الناتج المحلي حيث وصل النمو إلى 4.5%. وهذا الرقم كان من بين أعلى الأرقام التي تحققت في الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم. أن الدولة تتمتع بقوة كبيرة في الاقتصاد الخاص بها وكذلك الصناعة. إن الأساسيات التي تحقق النمو طويل المدى أصبحت أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى. وبالنسبة للعالم فإن تنمية الصين ونموها ليس تهديدا ولكنها فرصة للعالم كله. لأن البيئة العالمية يمكن عندئذ أن تتطور كلها. ونحن سوف نستمر في العمل على تحقيق النمو العالمي. وتحقيق مستويات عالية من النمو بما يتفق مع المعايير الدولية. في مجال التجارة. ونحن نرحب بكل الدول لكي تتشارك معنا في الفرصة التي نتيحها. ونحن الصين كدولة مسؤولة نبدو لكثير من الجهود كذلك لتعامل مع قضية تغير المناخ. فالفلسفة القدوم مثل إيونيتي قالوا أن الحفاظ على الطبيعة والمناخ هو الأساس لبناء الحضارات. وحتى نتمكن من أن نعيش جميعا معا في تناغم. لذلك نحن قمنا بتبني استراتيجية لمواجهة تغير المناخ وتطوير الجهود كذلك لكي نعدل الأنظمة التي نقوم بتطبيقها. خاصة أنظمة الطاقة لكي نقلل من الكربون. وعلى مدار العقد الماضي قمنا بتنفيذ الكثير من المشروعات وتوصلنا إلى متوسط 6.2% من النمو. وفي استهلاك الطاقة تمكننا من زيادة النمو بنسبة 3% وقمنا بتخفيض الكربون المنبعات من الطاقة التي نقوم باستخدامها لأننا قد خفضنا من استخدام الفحم وأصبحنا نعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة. وأصبحت الطاقة الجديدة تسهم كذلك في إجمال الناتج المحلي. والصين أصبحت أحد أكبر الدول في هذا المجال. التحول في مجال الطاقة. ونحن بناء على الالتماعات الموجودة لدينا نقوم بتنفيذ الكثير من المشروعات. بما يتفق مع اتفاق باريس بالإضافة كذلك إلى كل اتفاقات لكي نتوصل إلى الحياد الكربوني الذي نعمل عليه كذلك. ولنمنع زيادة درجة حرارة العالم أكثر من 1.5 درجة مئوية. وفي الصين نحن مستعدون لأن تعاون مع الدول الأخرى وخاصة المبادرة التي قدمتها فرنسا والدول الأخرى. ونحن كمسهمون في النمو العالمي فإننا مستعدون كذلك لأن نعطي زخما كبيرا للعمل على تخفيض الفقر في العالم. فهذا هو هدف مشترك بيننا جميعا. في العقد الماضي قد قمنا بإجراء الكثير من التغييرات حتى نتمكن من مواكبة الأزمات المالية العالمية التي حدثت. ولقد تمكننا بالفعل من إخراج الكثيرين في الصين من الفقر. ونحن نحاول كذلك مساعدة الدول الأخرى. نعم هذه مساهمة كبيرة لتخفيض الفقر على مستوى العالم. ونحن نسهم من خلال كثير من التعاون مع الدول الأخرى في تقليل مستوية الفقر على مستوى العالم. ومخصصاً الجودة التي نبذلها في إطار الدول الصناعية العشرين الكبرى. لأنها تسهم تقريباً بتقليل 40% تقريباً من الديون على الدول. وكما تقول المقولة الصينية أن شخص واحد لا يستطيع أن يفعل شيئاً واحداً هو. ولكن عندما نعمل كلنا معاً فإننا نستطيع إدراك الأهداف. العالم الآن يواجه فجوة في التمويل. والصين تتمنى أن تتقدم بطلب لكل الدول كي نتعاون جميعاً فيما بيننا. لكي نتغلب على هذه الصعوبات وهذه الفجوة في التمويل. ومساعدات الدول الأكثر عرضة للخطر. ونحن سوف نتخذ مجموعة من الخطوات حتى نحقق هذا. نحن سوف نعمل على تطوير الأدوات المالية وأدوات التمويل. لكي نخلق بيئة ملائمة للاستثمار في الدول النامية. ونحن مستعدون للعمل مع كل الأطراف لتحقيق التمويل. وكذلك تقديم أساليب وبئة تمويل صديقة للدول النامية والدول الفقيرة. ونحن في حاجة إلى تحصين شبكة التمويل العالمية من خلال التنسيق الدولي. ومن خلال السياسات الاقتصاد الكلية التي نتبنع. لكي يكون هناك تأثير إيجابي على كل الدول. إن المؤسسات التمويل الدولية. بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لديهما الكثير كي يقوم به من خلال المناقشات التي يدرونها لمساعدة الدول في القيام بالإصلاحات المالية. ولدعم الأسواق النشئة والدول النامية. ثانياً يجب أن نعزز شراكة تعاون عالمية لكي نحشد المزيد من موارد التنموية للدول النامية. المجتمع الدولي في حاجة إلى صياغة شراكة رفيعة المستوى على المستوى العالمي. لكي تقوم بحشد الموارد المتاحة ومؤسسات الدعم المختلفة. مؤسسات التمويل المنظمات غير الهدفة للربح والقطاع الخاص. لكي يتمكنوا من حشد الموارد بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا. إن الدول المتقدمة عليها الوفاء بمسؤولياتها لتمويل الجهود الخاصة بالتنمية. وكذلك أن يقدموا التمويل للدول النامية. والدول النامية من جانبها في حاجة لكي تقوم بإصلاحات وتحشد الموارد وتقوم كذلك ببناء قدراتها الخاصة. والدول المتقدمة يجب أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية كذلك عن تغير المناخ. وأن يتم تقديم الدول للتمويل للدول النامية من أجل مساعدتها على جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ونحن نسعى لحشد 100 مليار دولار أمريكي من أجل تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. ونحن نعتقد أن هذا يمكن أن يساعد في التمويل بشكل كبير خاصة إذا فعلنا ذلك بحلول عام 2025. والصين اتخذت خطوات ملموسة لكي تقدم دعمها لكثير من الدول النامية. والصين مستعدة للعمل مع كل الأطراف بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وجهات الاقتمان المالية لكي نخفف عباء الزيون على الدول ولكي نقوم بإعادة جدولتها بالإضافة إلى تبني اسلوب شامل ومتكامل من خلال التشارك العادل للموارد والتمويل. ونحن نعمل كذلك على التجارة الحرة من أجل تمويل الأفضل يمكن أن يقدم للدول النامية. والصين سوف تنضم إلى كل الجهود الدولية لخلق بيئة ملائمة لتعزيز التجارة والاستثمار وتيسير التجارة وفق الاتفاقات تيسير التجارة العالمية. ومستعدة لاتخاذ كل الإجراءات الواجبة لمساعدة كذلك سلاسل التوريد وسلاسل القيمة على مستوى العالم بحيث تظل كلها مستقرة. ونحن في حاجة إلى دعم الاستثمار وبيئة الاستثمار على المستوى العالمي ونساعد الشركات الكبرى بحيث تقدم استثمار أجنبي مباشر لاقتصادات الدول النامية ونساعدها كذلك في أن تتعاون من خلال كثير من المشروعات لتعزيز النمو لديها. وبينما نتحدث عن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والصين والذكرى العشرين لها فإننا نعتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقليل الاختلافات ولكي نعمل جميعا من أجل الصالح العالم. خاصة في هذا العالم الذي يواجه حالة من عدم الطيق لذلك نحن نتعاون مع كل الدول الأوروبية لبناء أرضية مشتركة للتعاون. ونتطلع إلى المزيد من التعاون البناء للتعامل مع حالة عدم التيقن في الاقتصاد العالمي من خلال تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد العالمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. الإنسانية كلها أسرى واحدة تعيش في قرية صغيرة على هذا الكوكب وفي رحلة التنمية يجب أن لا نترك أحد يتخلف عن الركب. دعونا نعمل معا بروح مشتركة وبروح تضامن حتى نسرع من التقدم والتنمية ومعا نجعل العالم أفضل. شكرا. شكرا لك سيادة رئيس الوزراء وأنا لدي طلب وبعد ذلك سوف أعطي الكلمة للمتحدثين التاليين. وبعدها سوف أعطي الكلمة للسيدة الأمين العام إيلان. في العام الماضي كنا هنا في مؤتمر تمويل آخر وأريد أن أتحدث عن التوسع. فكرة التمويل وكانت الفكرة هو أن عند إذن سوف يكون هناك فرصة في مؤتمر التمويل للدول الإفريقية لكي تتحدث بشكل موسع أكثر. وهذا لم يحدث. هذه الصيغة لم تطبق وأعتقد أن هذا يوضح لنا أنه أيا كان ما نريد أن نحققه هنا. فنحن في حاجة كذلك إلى دخول في تفاصيل تلك المقترحات التي يتم تقديمها لكي يكون لدينا فرصة واقعية لتطبيق تلك المقترحات. ثانياً، التمويل تحدي رئيسي للدول الإفريقية حتى تتمكن من بدء إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المنخ. ونحن لدينا الكثير من الأموال المتوفرة في القارة الإفريقية والتي يمكن حجدها. وأنا أشير هنا إلى الأموال الكثيرة التي خرجت من القارة الإفريقية بطريقة غير مشروعة. لقد قيل لنا منذ الاجتماعات المختلفة التي عقدت أننا نتعامل تقريباً مع 100 مليار دولار سنوياً من الأموال التي تخرج خارج القارة الإفريقية بطريقة غير قانونية وغير مشروعة. يمكننا أن نتخيل دلالة عودة هذه الأموال مرة أخرى إلى القارة الإفريقية لكي نتغلب على الثغارات الموجودة ونمنع خروج المزيد من الأموال. وما أقترحه هو أن نوصي الإتحاد الإفريقي وكذلك دول منظمة التعاون الدولي والاقتصاد أن تناقش هذه المسألة وتقدم توصيات لكي يتم إتخاذ إجراءات. يمكننا أن نتحدث عن فترة ثلاثة أو ستة أشهر. فهناك كثير من العمل الذي جرى بالفعل لتقديم التمويل واسترداد الأموال. ونحن في حاجة إلى نهج موحد لكي نسوي هذه المسألة. وأعتقد أننا حتى نتمكن من تحقيق هذا فإن علينا أن نتعامل مع المشكلات المالية التي أصبحت موجودة لذينا. لذا اقتراحي أنه إذا كان هناك اتفاق بشأن هذه الفكرة والمقترح فعلينا أن نجد لها مكان في إعلان هذه القمة الذي سوف يتم تقديمه في النهاية. وكما قال كل زملائي أود أن أتقدم بشكر لك الرئيس مكرون لجمعنا معا في هذه القمة. وأتقدم بشكر للدور الذي لعبته في الإعداد لهذه القمة. شكرا لك. شكرا لك. بشأن المائة مليار دولار التي يجب على الدول المتطورة أن تقوم بمساندتها للدول الأنمية. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أريد أن أتقدم بشكر لكل تلك الدول الدول المتقدمة وكذلك الأسواق والاقتصادات الناشئة التي تعهدت بتقديم جزء من حقوقها التي تم تخصيصها في أغسطس من عام 2021 لها. بحيث نتمكن من إقراض الدول بامتيازات كثيرة على مدار عشرين عاما وفترة سماح عشر سنوات ونصف. وهذا مصدر أساسي وحيوي للدول المتخفضة للدخل وكذلك لدول التي تواجه مشاكل والأكثر عرضة للخطر. باربيدوس كانت من أول دول التي تقدمت بطلب لتمويلها والآن لدينا سبع دول من بينها بنجلاديش، رواندا، كوستاريكا، سيشيل، كوسوفو. كل هذه الدول قد دخلت في هذا التمويل الذي تم توفيره من قبل الدول. سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة نحن من خلال الأدوات التي استخدمناها تمكننا من اتخاذ قرارين مفاصلين. القرار الأول هو تقديم مخصصات بمقدار خمسين مليار دولار والتي تم توزيعها بين الأعضاء لدينا بما يتناسب مع ما لدى تلك الدول في الربع سنوي. والقرار الثاني وأريد أن أذكرنا بأن هذا كان في منتصف كوفيد-19 عندما اتخذنا هذا القرار وعندما كان هناك نقص في السيولة وكانت الدول تبحث عن مجال مالي لتعمل من خلاله. تمكننا من القيام بهذا فقط ومساعدة الدول بسبب قوة الـ 190 عضو لدينا هؤلاء الأعضاء الذين لديهم الملائة المالية والقوة المالية هم من جعلوا من الممكن أن نقوم بتخصيص هذه الأموال للجميع. وهذه المخصصات في ذلك الوقت كانت بين 2 إلى 6% مساهمة في إجمال الناتج المحلي خاصة للدول الموجودة على هذه الطاولة معنا. الخطوة الثانية التي اتخذناها كانت قراراً شجاعاً بأن نساعد الدول التي ليس لديها أموال ونحصل على أموال من الدول التي تحتاج إلى هذه المخصصات التي قصصت لها لكي نعطيها للدول التي تحتاج إليها وتمكننا من حجد 100 مليار دولار هذا الالتزام. تم تحقيقها والآن لدينا هذه التعهدات بالفعل وأريد هنا أن أشكر فرنسا واليابان لأنهما قد قدم أربعين بالمئة من الأموال الموجودة لديهم للطوارئ وكذلك الصين قدمت نسبة 28% من المخصصات التي نحتاج إليها. نحن نحاول أن نجعل هذا العمل ينجح وليس فقط أن ينجح ولكن هذا مهم لحجد التمويل من القطاع الخاص لإجراءات مواجهة التغيير المناخ. في حالة دولة باربيدوس قمنا بإنشاء تحالف بين البنوك وكذلك صندوق السمود المناخية في إطار الأمم المتحدة لتقديم أول ضمان تحتاج إليه باربيدوس. وتم حجد رأس المال من القطاع الخاص ونحن نفعل هذا على وقت التحديد بنسبة واحد إلى واحد ولكن لدينا طموح أن نؤدي أداء أفضل. ونفس الأمر ينطبق على حالة راواندا لقد قمنا بحجد تحالف من شركاء التمويل بالإضافة إلى صندوق الاستدامة والصمود بناء على العمل الذي قام به البنك الدولي لتحديد ما هي السياسات التي علينا أن نتبناها لتقديم الضمانات للحصول على تمويل من القطاع الخاص. أنا أعرف أن هناك الكثير من الارتباك في هذه المسألة وأنا أعرف أن الكثير ربما لا يعرف عن هذا النوع من التمويل باستثنائي أنا ربما لأنني مسؤولة. ولكن للجميع هنا رئيس سريلانكا سألني لماذا تقدمون مائة مليار فقط؟ لماذا ليس مائتي مليار أو ثلاثمائة مليار؟ السؤالي هو أننا نفعل شيئا جديدا. نحن نحاول أن نخفف من الكوارث ونحاول كذلك أن نزيد من التمويل للدول. وعلينا أن نفعل ذلك بجرأة ونثبت أن الأمر نجح. لا وعندئذ عندما ينجح الأمر ننقل المبلغ من مائة مليار إلى مائتي مليار. ولكن لا أريد أن نتعجل لأننا إذا لم نحافظ على جودة سناديق تقليل الكوارث والتمويل الذي تحصل عليه. فإن عندئذ لن نرى الأثر ولن نتمكن من المطالبة بزيانات المبالغ. لذلك أتمنى أن أكون بذلك قد أوضحت الإجابة على هذا السؤال لماذا مبلغ مائة مليار؟ هل رئيس غانا الذي سألني هذا السؤال الإجابة أصبحت واضحة لهم؟ إذن فالمخصصات هي مائة مليارة وهناك عشرة برامج يجب أن نقوم بإطلاقها من أجل دعم هذه البرامج. وكذلك هناك العديد من الجهود التي يجب أن نبذلها جميعا الدول المتطورة والدول المتقدمة من أجل مساعدة ومساندة الدول النامية. وهناك أربعة أهداف رئيسية علينا أن نلقي ضوء عليها. أنني أترك الكلمة الآن أنني أرى أن الإصلاحات الاقتصادية كذلك أهمة جدا على جميع الدول بلدان الجنوب العالمية كذلك الاتفاق عليها. هل تسمعوني؟ شكرا لك رئيس مكرون شكرا على حسن الضيوفا لقيادتك لعقد هذه القمة شكرا لجمعنا معا هنا كي نناقش جهودنا لتخفيف الفقر وكذلك مواجهة تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى أعتقد أنه واضحا من هذه القمة أننا لدينا إجماعا نحن نتشارك في هدف واحد وهو تحقيق المزيد من الرفاة والكوكب الذي يمكن أن نحن عليه وهناك بالفعل إرادة سلاسية والتزام لتعاون متعدد الأطراف بحيث نحول الكلمات إلى إجراءات ملموسة وأنا سعيدة بأنني أشارك هذه المرحلة مع الزملاء من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك وزير الخارجية ليتشانك كما ذكرته فإن أكبر اقتصادين في العالم نحن لدينا مسؤولية أن نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية وهذا شيء نستطيع أن نقوم به ويتوقعه من العالم في الخريف الماضي أطلقنا مبادرة لتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف وأود التركيز على هذا العمل الذي قمنا به في هذا الإطار نحن نريد لبنوك التنمية أن تتمكن من مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، الجائحة، الصراعات والنزاعات والأزمات المالية وأثناء هذه العملية سمعنا ما خاوف من أنه ربما سوف نضطر للمقايدة والتخلي عن بعض القضايا ومقابل التركيز على قضايا أخرى والتركيز ربما على المسائل العالمية يمكن أن يؤخر من قدراتنا على الاستثمار في مجال التعليم، الصحة، تخفيف الفقر لذا البعض كان يتسائل كيف يمكن أن نفعل المزيد ولكن في نفس الوقت نحقق التوازن بين كل الإجراءات وكل المجالات التي نريد التركيز عليها دون التخلي أن أحدها إننا في حاجة إلى أن نفعل الأمرين ونقوم بهم بطريقة جيدة وهذا لأن الدول لا تستطيع أن تحقق تقدما مستداما للقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا لم تكن ببناء صمود للصدمات العالمية وهذا شيء نحن متأكدون منه ولقد رأيناه عدة مرات أن الصدمات تحدث عندما لن نتوقع ذلك التحديات متزايدة وأصبحت أكثر تعقيدا وهي تؤثر على الأفقر والأكثر عرضة للخطر للأسف وهذا يضاف إليه التحديات الوطنية الموجودة في الدول وهذه ليست مخاوف افتراضية بل هي تبعات نحن شاهدناها بالفعل على أرض الواقع في مختلف أنحاء العالم تغير المناخ يصعب من الزراعة وهذا يهدد الأمن الغذائي في مناطق مختلفة من العالم وأنا رأيت ذلك بشكل واضح عندما قمت بزيارة ثلاثة دول إفريقية في بداية هذا العام في الواقع المزارعين الصغار الذين زرتهم في زنبيا وصفوا لتأثير الفيضانات والأحداث الجوية الشديدة على زراعتهم وهذه تعدي تحديات وطنية ولكنها تتفق مع تحديات العالمية وهناك كذلك تهديد على الصحة العالمية وهذا يهدد الاقتصادات والمجتمعات مثل الجائحة جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى أول زيادة في حدة الفقر شاهدناها منذ عقود وهناك مسألة الصراعات والنزاعات التي لا تهدد فقط البشرية لكنها تمنع كذلك النمو الاقتصادي وتسهم في النزوح والهجرة في مختلف أنحاء العالم إذن هذه كلها مشكلات ليست مقصورة على كل دولة على حدة ولا تستطيع دولة وحدها أن تقوم بحلها هي مشاكل عالمية مشتركة بيننا ولهذا نعتقد أنه من الأساسي أن نطور بنوك التنمية متعددة الأطراف كي تستجيب للتحديات العالمية بسرعة ونطاق كبير وإذا فعلنا أي شيء أقل من ذلك فهذا يعني أننا لن نتمكن من تنفيذ أجندة التنمية البنك الدولي الآن يقوم بتطوير أجندة التنمية والرئيس بونجا قد تحدثها بشكل موسع عن هذه الجهود ونحن بالفعل لدينا نتائج مالموسى بفضل هذه المبادرة التي تبنيها البنك الدولي يقوم بمهمته ويتعامل مع التحديات العالمية لأننا نرى أن هذا أساسي لتحقيق الأهداف الخاصة بالبنك الدولي القضاء على الفقر وكذلك التشارك في الرفاح والنمو والبنك الدولي يدخل التحديات العالمية الآن في تقاريرنا التشخيصية لمساعدة الدول والتعاون مع الدول وكذلك شركات القطاع الخاصة وهذه التغيرات التي نقوم بها من شأنها أن تساعد العمل لمواجهة تلك التحديات في كل البنوك العالمية بالإضافة إلى البنك الدولي والبنك الدولي كذلك يوسع من القوائم المالية الخاصة به والموازنات العامة لكي تصل إلى 50 مليار دولار كقدرة تمويلية إضافية تقدم على مدار العشر السنوات القادمة وكجزء من هذه الأجندة فنحن نؤمن بأننا كنظام يمكننا أن نحصل على 200 مليار دولار كقدرة تمويلية جديدة في نفس الإطار الزمنية من خلال إجراءات القوائم المالية والموازنات العمومية التي يمكن أن نقشها ونبدأها ونحن سوف نبدأ مبادرة التطور من البنك الدولي فنحن ندرك دائماً أن تعظيم الأثر يتطلب تقدماً في النظام بأسره وكي نغطي التمويل الذي نحتاج إليه نحن لدينا كثير من أدوات التمويل متعددة للأطراف التي يمكن أن تساعدنا في تغيير العالم وهي سوف تكون مؤثرة بشكل أكبر إذا عملت كلها كنظام واحد كل منها يعمل وفقاً للقدرات والخبرات الموجودة لديه بشكل متصق مع الجهات الأخرى والأطراف الأخرى من خلال شراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمعيات الخيرية ولقد ناقشنا أثناء هذه القمة طرق مبتكرة يمكن من خلالها أن نحصل على رأس المال الخاص لكي يعمل بشكل تعاوني مع المؤسسات العامة وبنوكة تنمية المتعددة الأطراف نحن علينا أن نركز على هذا القيادة السياسية والابتكار أليات التمويل المبتكرة بالإضافة إلى الانفتاح والشجاعة لكي نتغلم من دروس الماضي ونصيغ حلول جديدة للمستقبل من خلال إجراءات بين كل أصحاب المصلحة والشركاء الآخرون مثل الاتحاد الإفريقي يمكننا أن نساعد في تحقيق تطلعات شعوب العالم ونحن في حاجة ملحة للقيام بهذا شكراً أشكرك شكراً جزيلاً سيدتي لقد قمت بالعديد من الاقتراحات الجيدة التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار وسوف تقوم بكل تأكيد بحدوث تغييرات كبيرة في العملية التنموية وفي المستقبل القريب في هذا المؤتمر وفي الأجندة المقترحة في هذا المؤتمر لقد تناولنا العديد من النقاط الاقتصادية التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار مثل مكافحة الفقر وكذلك وجود حلول من أجل دعم الدول النمية شكراً لك أردت فقط أن أبدأ بأن أنقل رسالة تضامن لباربيدوس وكل الزملاء في تلك المنطقة لأنني أريد أن أتقدم بالشكر لك على قيادتك دولتكم شاركت بشكل مبكر للغاية في المبادرة لذا نود أن تعربوا لشعبكم عن دعمنا ونحن ندعم باربيدوس وشكراً لكم على وجودكم هنا شكراً لك سيادة الرئيس وشكراً لكم لإدراككم أن شرق الكاريبي يواجه الآن رياح وآسير ولذلك نحن سعداء للغاية أنكم تدركون هذا أعتقد أننا نستطيع أن نقول أننا قد بدأنا نتحرك هل نحن نتحرك بسرعة كافية أم نحتاج للمزيد لأن الطموحات بالطبقة زادت على مدار اليومين الماضيان في هذه القمة ومن الكلمات التي استمعناها هذا الصباح من رئيس وزراء الصين ومنكا ومن رئيس غانا ومن كريستلينا أن هناك إجماع سياسي أن المسألة أكبر منا جميعاً وأننا في حاجة للعمل معاً حتى نتمكن من إحداث فرقاً إن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تغير من طريقة عملها وأعتقد أن هذا أمر مقبول السكبتير يالن قد تحدثت عن إمكانيات العمل مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمواجهة مشكلة الزيون العامة وكذلك لتوفير التمويل ونحن دعونا نتحدث الآن عن الجائحة كوفيد-19 قد أظهرت أنه إذا نظرت إلى الأرقام التي تقدمها شركات الأدوية فهناك واحد مليار جرعة يجب أن نقوم بتوفيرها لكي نواجه أي تحدي جديد ربما سوف يظهر لأن هناك عشر ممرضات يجب أن نتعامل معها ومن بينها أن العالم الأصبح متوقعاً أن يواجه بحلول عام 2050 مشكلة المضادات الميكروبية والمضادات الحيوية ولذلك نحن في حاجة إلى مليار إذا سمعنا شركات الأدوية وجوزي يقول في لجنته عشر مليار لذا إذا أخذنا الرقم الأكبر فتكلفة كبيرة للغاية هذا هو الواقع ولذلك الخيار بالنسبة لنا أن نضع هذه الأموال جانباً أمر لنستطيع أن نفعله لقد وجهنا جميعاً كوفيد 19 ورأينا كيف أنه قد أثر على كل شخص مننا وأعادتنا وراء عقدين أو ثلاثة عقود لذا لقد حانت اللحظة لكي نكون مستعدين لأي جائحة قادمة ولذلك علينا أن نفكر في ما يمكن أن يبدو عليه البنك الدولي للتنمية والإعمار في هذا العقد لأننا أصبحنا في عالم مختلف الآن ثانياً أود أن أتقدم بشكري لنا جميعاً لأننا تمكننا من الوفاء بالوعود التي قدمناها وهذا مهم للغاية لبناء الثقة فيما بيننا وإذا لم نذهب إلى كوب 28 في دبي بإنجازات فسوف نفقد ثقة الشعوب دكتور سلطان تحدث هذا الصباح أن الوقت قد حان إلينا لكي نعمل جميعاً بذلان من العمل في جزر منعزلة نحن اجتمعنا هنا في باريس كقادة للعالم مع المنظمات الدولية ونحن في حاجة الآن إلى أن نجلس مع القطاع الخاص والنفط والغاز، الطاقة المتجددة، التمويل، شركات التأمين، النقل علينا أن نجلس مع كل هؤلاء لكي نتعامل مع مشكلة مشتركة ولكي نجد حلاً مشتركاً لها إذا لم يكن هناك خطة لأن نذهب لنعيش على المريخ ليس لدينا حل آخر سوى أن نتمكن من إحياء هذا الكوكب حتى نتمكن من العيش عليه وعلى مدار الثمانية أسابيع الماضية سوف نناقش هذه المسألة في بلدنا لأننا لنستطيع أن نظل نقول أن هذه أكثر قضية ملحة تواجه البشرية دون أن نفعل شيء علينا أن نتصرف سريعاً وهذا يجب أن يكون الآن القواعد نحن من يضعوها لا يجب أن تكسرنا القوانين بل نحن من نشكل القوانين وعلينا أن نشكل القوانين الآن كما شكلها الآخرون من قبل لأننا سوف نكون محاسبين على الواقع الذي سوف تواجهه البشرية في المستقبل علينا أن نعرف أن البشرية سوف تظل موجودة للأبد لذلك علينا أن نتصرف بطريقة لا تعكس الدروس التي تعلمناها وأنا واثقة من أننا سوف نترك هذه القمة بالمزيد من الالتزامات تجاه هذه الحاجة الملحة وأرى كذلك أن الوضع الجيوسياسي لا يمكن أن نسمح له بأن يقف في طريق مواجهة هذه الأزمة الكبرى إذا أصبت فإنك تنزف ونحن كلنا لدينا هذا يحدث ولذلك كما ذكر رئيس وزراء الصين يجب أن ندرك أن علينا كلنا معاً أن نجد التوازن والجسور المشتركة التي يمكن أن نعبر عليها لنعمل معاً هذا المنظور وعلينا أن نبدأ في التصرف وإلا سوف نرى الكثيرين يخسرون كسب العيش ويخسرون حياتهم ولذلك يجب أن يكون هناك التزام كما ذكر رئيس غانا لكي ندخل في أدق التفاصيل بحيث نتأكد أن ما نتفق عليه هنا يمكن تنفيذه وأنا سعيدة بأن البداية صحيحة لأننا قمنا بحشد مئة مليار ولكن لا نعرف أن هذا المبلغ لأن يكون كافياً ولذلك يجب أن تكون هناك مناقشات موازية عن الحوكمة وإصلاح الحوكمة النقاشات الصعبة تتطلب شجاعاً والنقاشات الأصعب التي واجهناها هي كيف نشكل العالم من منظور دول اليوم وهذا يعني أن كل منا يجب أن يترك مساحة ما لكي نتشارك جميعاً في هذا العالم ولأننا لا نريد أن نتخلى عن هذه المساحة فإننا سنضطر لهذا بسبب التحديات الخارجية هذه هي الحياة الحياة تقدم لنا أشياء علينا أن نفعلها على الرغم من عدم رغبتنا إذا لم نجمع شجاعتنا لكي نفعلها فإننا سوف ندفع الثمن في النهاية نحن لم يكن لدينا أبداً النقاشات الملائمة لتفكيك النظام الإمبريالي علينا الآن أن ننظر إليه من منظور بنوك التنمية متعددة الأطفراف لأننا لازلنا نرى تصنيف للمواطنين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية وعلينا أن نتخلى عن هذا ونعود مرة أخرى ما نتحدث عنه أود أن أتقدم بالشكر لنا جميعاً على وجودنا هنا لأنني أرسل الرسالة للجميع أن وجودنا هنا يثبت أننا ندرك أن هذه هي لحظتنا لمواجهة القدر شكراً شكراً لك الكلمة الآن لرئيس قزرة القومور كما فشتنا وقد تحدثتنا كثيراً عن التحدي الفقر وعن العديد من الأزمات في أجندة هذا الأرض ولذلك أترك إليك سيدي التعليق على كل ما تناولنا خلال الجلسات. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس على أعطاء الكلمة. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الضيافة وحسن الترحاب. هناك العديد من النقاط التي سوف أتناقش خلالها وسوف ألقي الضوء في إطار موضوعية. إنني أخذ في عين الاعتبار جميع وجهات النظر التي تتلولت خلال هذه الجلسات وإنني أأمل. إنني أأمل أن يحظى هذا المؤتمر بالعديد من النقاط الإيجابية وأن توصل إلى العديد من النتائج التي تكون محل الاعتبار من قبل جميع الدول. هناك العديد من التغييرات في وجهات النظر وذلك أثر المناقشات. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس وأشكر جميع الدول المشاركة. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس وأشكرا جزيلا لأنني أتناقش بشكل محل الاعتبار من قبل جميع الدول المشاركة. وإنما أشكرا جزيلا سيدي الرئيس وإنما يخبط بشكل محل الاعتبار من قبل جميع الدول المدين. وأشكرا جزيلا سنبتون في عودة من القوات من قبل تحرك. علينا جميعا التكاتف ومن أجل إيجادة منهجية دولية للتعامل مع كل تلك هذه الأزمات هناك العديد من الدول الغنية لم تحقق تعهدها بعد بشأن تمويل المناخ ونحن نأمل جميعا أن نجد حلولا من أجل مواجهة التغييرات المناخية ومن أجل توحيد الجهود من أجل إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع كل هذه الأزمات إن أفريقيا مثقلة بالديون نعلم جميعا ونحن ندفع جميعا ثمن تلك الأزمات التي أعقبت أزمة كوفيد-19 وكذلك أزمة أوكرانيا لذلك يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية سواء أفريقيا أو أوروبا ومن أجل حماية التنوع ومن أجل كذلك تحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية وتحديد مصار نحو شراكة مالية جديدة أكثر توازنا يجب أن يكون هناك تعاون وصيق بين دول الشمال ودول الجنوب ومن أجل الحصول على التمويل اللازم الذي يحتاج إليه المزيد من الدول للاستثمار في التنمية المستدامة وكذلك إلى حماية البيئة بشكل أفضل وخفض إمبعاثات الاحتباس الحراري وكذلك فرض دريبة دولية على إمبعاثات الكربون نحن نعمل جميعا من أجل إيجاد ميثاق عالمي جديد على جميع الدول الأفريقية أن تلتزم به فإنه من الهام جدا أن نجد محاور رئيسية وأن نجد كذلك نقاط على الجميع أن يتفق عليها وقواعد نظام مالي جديد لمواجهة الفقر وتغييرات المناخ وتعزيز صمود الدول لمواجهة كل تلك الصدمات والأزمات التي تواجهنا يجب أن يكون هناك آلية محددة من أجل إيجاد نظام موحد تتعامل من خلال كل الدول وأن نعلن عن الأهداف الرئيسية التي نركز عليها يجب أن يكون هناك شراكة قوية بين جميع الدول من أجل كذلك استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات سواء كانت قصيرة الأجل لا سيما الأكثر مديونية وكذلك تعزيز تدمية جميع القطاعات في البلدان منخفضة الدخل وتشجيع الاستثمار كذلك في البنية التحتية الخضراء وإيجاد حلول لجميع البلدان الناشئة وجميع البلدان النامية إضافة يجب أن نتحل جميعا بالمرونة وأن نتحل جميعا بتقديم التسهيلات اللازمة في تعبئة التمويل المتقر للدول المعرضة للأزمات المتلحقة أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذا الاستقبال الرائع وعلى هذه الضيافة أشكركم شكرا جزيلا نحن أفريقيا نحن أفريقيا قوية بزعمائها نحن أفريقيا قوية برؤسائها وبشعوبها ونعمل جميعا على الإجابة إلى تطلعات الشعوب الأفريقية المقلصة والداعمة لرؤسائها أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس شكرا أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس الآن الكلمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما هي السعوضات التي تواجه الدول الإفريقية ومن أجل كذلك مواجهة الفقر وما هي التجربة النجاحة التي كنتم بخلالها سيدي الرئيس من أجل تطور البنية التحتية وقيم بالتطوير الجديد شكرا فخامة الرئيس مطرون اسمحوا لي هنا أن أنا السيدات والسادة أن أنا أوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تنظيم لهذا المؤتمر وأيضا على صدقته ودعمه لمصر وده أمر مش غريب على فرنسا الحقيقة بشكرك فخامة الرئيس وكان لابد أن أنا أشكرك على ده شكرا جزيلا الحقيقة أنا يعني مدخلتي حتبقى مختلفة شوي وأرجو أن أنتم تسمحوا لي أن أنا أتكلم بالطريقة دي أنا كنت موجود في باريس في قمة المنافى 2015 وفي الوقت ده طرح وأنا وأنا أتكلم كده لا أقصد أبدا يعني الإساءة أو التقرية لا أنا بس عايز أقول إحنا خلال اليومين دول وقبل كده وأنا حقول ده في 2015 كان في قوت دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ ويعني وساعتها قدر وخصص مئة مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها في على أن ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ وده كان أمر جيد جدا وأنا كل اللي حسأله يا طرح لو إحنا كنا نفذنا المئة مليار دولار لمدة السبع سنين لمواجهة تغير المناخ النتائج في هذا الأمر بالمناسبة أنتم قادة فكره وقادة رأيه وفهم كبير أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفذها لأن ساعات رغم كل العلم اللي إحنا وصلنا له كبشر إنما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكتر وقد تكون أقل شوية لكن ده ما حصلش ساعتها أنا توليت رئاسة لتحال الأفريقي لمدة عامين وحضرت مؤتمرات وكل زملائي القادة لأفريقيا كانوا جايما معي رحنا اليابان رحنا الصين رحنا الهند رحنا روسيا رحنا إنجلترا رحنا الهند من أجل يعني التعاون الاقتصادي بين القارة بالظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة ودايما كنا بنتكلم وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القارة الشقائي أو من جانب الدولة المضيفة كان بيبقى فيه كلام مهم جدا وفيه استعداد كبير للتعاون الحقيقة النتائج اللي تحققت خلال المدة دي حتى الآن وأتصور أنا مش بكلم باسم القارة دلوقتي أنا بكلم فيما إن إحنا عاديين في محفل مهمة قوي ناردة وبنسجل كلام مهم لنا كلنا وأنا حقول إن فيه جزئين جزء صحيح مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة ولكن أيضا حكون أمين وأقول إن فيه جزء مرتبط بنا إن إحنا كمان نبقى مستعدين نتحرك بفاعلية وبأفكار تحقق لنا النفاذ لتحقيق أهدفنا وأنا عشان نقطي أشاور عليها وأوضحها كويس حقول إن إحنا في مثلا في كاب تونتي سيفن أطلقنا منصة لإسمها نوفي خدنا من الإي إي بي أردي ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشرة جيجا يمكننا إن إحنا في ألفين تلاتين يبقى عندنا تنين واربعين في المية من خليط الطاقة إذن العمل مش عمل فقط من جانب إن إحنا نلقي اللوم على أصدقائنا الدول المتقدمة وإحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نختارق بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي إحنا بنقوله دلوقتي نرجع تاني ده اللي إحنا ده اللي حصل ونفس الكلام وأنا بقوله هنا بوجه شك ل للرئيش للمستشار شولتس نفس الكلام إحنا لما جئنا نخش ببرنامج اللي عمل أكبر مشروع للقطار الكهربائي في إطار التنمية المستدامة وفي إطار أيضا تعاومل المناخ مجابه تعاومل المناخ من خلال استخدام نظم نقلة حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته كان فيه دعم قدم لنا ولما أصدنا أن مخاطر الاقتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حصل ده حصل هذا الأمر وتم تمويل مخاطر الاقتمان للقرد ده القرد ضخم برقم كبير وده تحقق أنا عايز أقول في النقطة دية لزمائلنا اللي بيسمعونا وليكو كلكو إن الشراكة التعاون هو عمل متحرك بين الكل بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو وتقدم طيب النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها هي هل التحدي والخطر واضح لنا كلنا أتصور واضح جدا مش محتاج وإحنا شفنا إن لما كان فيه مخاطر للكوفيد العالم تحرك إزاي لمجابته وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرونية شفنا أيضا إزاي التحرك والإجراءات تم تنفيذها بفعالية وبحسن إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من إحنا نتحرك بفعالية أنا أحاولكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النمي يعني يبقى فيه وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب يقولوا في الانتخابات أنا هعمل لك وحعمل لك وحعمل لك وحعمل لك ويعملوا كل حاجة حيوة أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر هويتك بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر ولم أطلق أبدا مشروع إلا عنده افتتاحه إذن مش عايزين نقول وعود و نتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد آخر كلمة سأقولها فخمت الرئيس الريادة مسئولية الريادة مسئولية لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسئولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك وهنا ده مسئولية قد تكون أخلاقية وقد تكون مسئولية سياسية يبقى نقطة في الموضوع دوت عندما تحدثنا عن المائة مليار دولار في الوقت دوت تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الافريقي وقالت نحن نعرض عليكم أن البنية الأساسية القرية البنية الأساسية القرية لإفريقيا ستحول تحول وتغير واجه القار أخلاقية ولكن حتى بأميم أنه كان التزام في الوقت دوت بالمئة مليار دولار قلت لأ تعالوا خشوا وخلوا الشركات ألمانيا حتحط خمسة مليار في إفريقيا خلي الشركات الألمانية تعمل بالخمسة مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القرية فرنسا حتشتغل أو حتقدم أربعة مليار خمسة مليار أي رقم تاني تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص والخصصته الحكومة الفرنسية وكلام ده انطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة صدقوني إحنا بنتكلم كتير على حوال الإنسان وأنا معاكف ده بس أنا أريد أن أقول لكم أنه خلال العشر سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغير في الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2500 إنسان وإنسانة وطفل يمكن كل سنة أكتر من 27 ألف ده اللي احنا شفناها أو ده اللي تم رصده طب الباقي إيه؟ إذا لم يجد الناس في إفريقيا دولة فرنسا يبقى لها إسهام كبير جدا جدا في هذه الموضوعات المهمة بشكرك فخامة الرئيس وبشكركم جميعا وأرجو أن أكون قد قتلت عليكم أو أزعبتكم شكرا جزيلا أشكرك شكرا جزيلا صديقي وأخي العزيز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسير الآن نعم لقد تناولتم العديد من النقاط الهم خلال هذا المؤتمر والعلاقات المصرية الفرنسية الآن الكلمة إلى شولتس المستشار شولتس شكرا لكم لقد ناقشنا على مدار اليومين الكثير من الأسئلة واستمعنا إلى الكثير من المقترحات عن كيف يمكن أن نكافح الفقر ونعطي فرص للتنمية وكيف يمكننا مواجهة تغير المناخ ومعا اتفقنا على كثير من الأشياء ومن بينها أنه ليس هناك بدائل علينا أن نعمل على كل هذه الأشياء بالتوازي وأن نواجه التحديين معا هناك كثير من الإجتماعات التي استمعنا فيها كثير من الكلمات ومن المهم أن نعمل بينما نتحدث وأن أتفق للغاية مع هذا الرأي من المهم دائما للدول المستقرة اقتصادياً أن تلتزم بالوعود التي تقدمها طوال الوقت السؤال الأول الذي ترح هو أننا ملتزمون بكلماتنا بالتحدث عن تمويل تغير المناخ وكذلك تمويل الاقتصادات والمشروعات كانت هناك كثير من الإجتماعات التي عقدت فيما بعد اتفاق باريس وأعتقد أن هناك المزيد من الإجتماعات ستعقد في السنوات القادمة ولكن من المهم أن نقوم بإجراءات على أرض الواقعة عندما نتحدث عن ألمانيا فإننا ملتزمون بما أعلنا وسوف نقدم الدعم المالي وسوف نحاول أن نوفر تمويل المناخ على المستوى العالمي وأطلب من الجميع أن يشاركوا معنا في هذا لأن الأمر هو تنفيذ الوعود التي نقدمها الأمر الثاني الذي يجب أن نطلب من أنفسنا أن نفعل ما نطلبه من الآخرين وهذا يعني أننا بينما نكافح تغير المناخ في حالة ألمانيا نحن نقول أننا سوف نكون مستعدين بأن نكون بحلول عام 2045 دولة تحقق الحياد الكربوني والأمر ليس مرتبط فقط بالإسكان أو التنقل والمواصلات أو شبكة الكهرباء ولكن حتى الصناعة الصناعة لدينا سوف تتطور ويتطور الطاقة المستخدمة بها ونحن في عام 2030 سوف يكون لدينا نسبة 80% من إنتاج الكهرباء لدينا يأتي من الطاقة المتجددة في ألمانيا وهذا جانب من بين الجوانب الأخرى التي يجب أن نغيرها وهذه رسالة قوية للغاية للباقين لأننا إذا فعلنا هذا فإننا نستخدم ونطور تكنولوجيات يمكن أن تستخدم بأسعار مناسبة في دول أخرى من العالم وليس فقط في ألمانيا إذن الالتزام باستخدام الوقود الأحفري دائما ما يقال أنه أرخص ولكن إذا طورنا التكنولوجيا فإننا يمكن أن نوفر بدائل تكنولوجيا رخيصة كذلك وهذا أمر قابل للتطبيق الآن نحن لن نتحدث عن شيء مستقبلي يمكن أن نفعله فيما بعد لكن هذا أمر نحن نعمل عليه الآن بحيث نطبق ما نقوله وبالحديث عن المسائل المرتبطة بتغير المناخ كان هناك نقطة ثانية مرتبطة بالتمويل العالمي وأنا أرى أننا يجب أن نقوم بشيء لكي نجري إصلاحات للبنك الدولي وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف هناك خارطة طريق تعمل عليها ألمانيا مع كثير من الشركاء للبنك الدولي ولبنوك التنمية متعددة الأطراف وأنا مقدر أن الكثيرين يدعمون هذا مما في ذلك الرئيس الجديد للبنك الدولي ونحن في حاجة إلى تغيير لكي تتوفر المزيد من الأموال التي نستطيع أن نستخدمها من خلال طريقة إدارة تلك البنوك للتنمية وإذا فعلنا هذا بسرعة فهذا سوف يكون لديه نتائج ملموسة على الكثيرين وأنا سعيد بأن الأمر يتقدم الآن ويحصل على الدعم من الكثيرين كذلك أعتقد أننا يجب أن نحارب مشكلة أزمة الطبيعة خاصة بسبب تغيير المناخ ولكن ليس تغيير المناخ وحده ونحن دولة ثارية وعلى الرغم من ذلك نواجه أزمات إذا حدثت عدة مشكلات بالتوازي مع بعضها البعض لذلك علينا أن نعمل معا والدرع العالمي الذي اتفقنا عليه يجب أن يتم تطبيقه الآن ونكون شيء يعطي الدول المدينة فرصة للحصول على الدعم الذي تحتاج إليه وإلا لن تتمكن من التعامل مع تغيير المناخ مواجهة تغيير المناخ أمر كذلك يجب أن نناقشه مع مجتمعات الأعمال والصناعات في بلداننا لأنهم دائما ما يترحوا علينا هذا السؤال إعطونا ضمانات أننا إذا اتبعنا هذا المصار فهذا لن يمثل مخاطر علينا ويمنعنا من التنافس مع الدول الأخرى نعم سؤالهم حقيقي ولكن نحن نتحدث هنا عن التعريفة لا لا نتحدث عن التعريفة أعتقد أننا يجب أن ندرك أننا في حاجة إلى شيء إضافي عن التعريفة الجمركية هناك وتعريفة تغيير المناخ أعتقد أن هناك شيء نعمل عليه الآن من دول الجنوب الفكرة هي أن نتعاون عندما يكون لدينا نفس الطموح على الرغم من اتباعنا ربما مسارات مختلفة وهذا جانب مهم للغاية للاقتصاد العالمي بحيث نصبح جميعا في مأمن عندما تحدث هذه التغيرات الكبرى في العالم من المهم كذلك أن ندرك أن الأمر ليس مرتبط فقط بمساعدات التنمية والتمويل على الرغم من أنه أمر ضروري ويجب أن يكون ضخما وعلينا أن نلتز بما نقول به ولكن أمر آخر مهم هو أن نتأكد من أن المشروعات ومجالات الأعمال تستثمر في دول أسيا ودول أفريقيا وأمريكا الجانوبية لأننا علينا أن نساعد تلك الدول وخلق مناخ يمكن لهذه المشروعات أن تنجح من خلالها أمرها كذلك بالنظر إلى أفريقيا أعتقد أن الاتفاق مع أفريقيا يركز على هذه المسألة وأنا سعيد للغاية بأن أرى كثير منكم في هذا الاجتماع ونحن في برلين سوف نتحدث عن هذا الاتفاق مع أفريقيا بالمزيد من التوسع وأنا ذكرت بالأمس أننا يجب أن نفهم أن هناك حاجة لتغيير في سياسات التجارة والطريقة التي نتصرف بها وأحد الجوانب هي عمليات التنقيب والاستكشاف هناك كثير من عمليات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغز في مختلف أنحاء العالم والاقتصاد العالمي يتعامل معه بطريقة أننا نستخرج هذه المواد من الأرض ونأخذها إلى دول أخرى لكي يتم معالجتها هناك بالطبع هناك كثير من الصناعات التي تحتاج إليها ولكن أعتقد أن أول معالجة للنفط والغز التي تستخرج من الأرض يجب أن تجري في تلك الدولة التي استخرجت منها هذه المواد لأن هذا يحقق نمو في تلك الدولة وكذلك يساعد السكان الأصليين والمواطنين على الاستفادة من هذه الثروات وإلا سوف يستفيد أخرون من هذه الموارد ويصبحوا أكثر ثراءا وتظل المجتمعات التي توجد بها هذه الموارد فقيرة دعوني أن تقل إلى السؤال التالي الذي طرح عليها كثيرا وهو تبعات الاعتداء الروسي على أوكرانيا لقد عرفنا من هذه الحرب ليس فقط أنها تمثل خطرا على سلامنا وأمننا ولكن كذلك أن هناك مجموعة من الدول التي تنتج سماد مهم للعالم وللزراعة في العالم إذن على الرغم من أن الموارد الطبيعية موجودة مثلا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ودول أخرى تستطيع أن تنتج السماد إلى أنه لازال هناك احتكارا لها من قبل مجموعة صغيرة من الدول لذلك يجب أن نضيف فكرة تصنيع السماد في كل الدول التي توجد بها هذه المواد الخام لتصنيعه وأن ننشئ مصانع في تلك الدول بحيث نساعد تلك المجتمعات فكرتي هي أننا يجب أن نتولى مسؤولياتنا تجاه العالم علينا أن نلتزم بعمالنا وننفذ ما نعد به وأعتقد أنه عندئذ سوف تكون لدينا فرصة طيبة في أن نجعل العالم أفضل شكرا لك المستشار رئيس إتيجما كان يتحدث عن مسألة الدين نعم سوف نقوم كذلك بالتفاوض من أجل تخفيف ثقل الديون على زامبي ولقد تحدثنا في هذه النقطة شكرا لك الرئيس مكرون لاستدافتنا ولكل شيء آخر ذكره بالفعل الزملاء المتحدثين من قبل أود أن أشكرنا جميعا رئيساء الدول والحكومات الموجودين هنا وأشكر كذلك الشركاء وأقدر للغاية أننا لدينا أطراف أخرى حضرة معنا في هذا الاجتماع شكرا لكم جميعا على حضوركم اسمح لي الرئيس مكرون بأن أبدأ بأن أفعل الأمر الضروري بنيابة عن شعب زامبيا وهو التقدم بالشكر للإنجاز الذي تحقق أحد نتائج هذه القمة والرئيس مكرون على درايا بياد أنني قد جاءت هنا وطالبت أنا ورئيس الصين أنه في هذه القمة نكون قد قمنا بالانتهاء من مشروع إعادة هيكلة وإعادة جدولة ديون زامبيا وهذه بالفعل هي أحد النتائج التي خرجنا بها من هذه القمة شكرا للصين شكرا لفرنسا لترأس إطار مبادرة مجموعة الدول العشرين الصناعية وشكرا للصين كونها نائبا لهذه المبادرة وشكرا كذلك لكل الدول التي ساعدت بطريقة ما هذه العملية للتوصل إلى خطة إعادة جدولة ديون في زامبيا على أساس أن نساعد لأن زامبيا كانت تستخدم كتجربة ونحن الآن استفدنا من التجربة وأتمنى أن تستفيد الدول الأخرى من هذه التجربة وتستطيع أن تطبق أساليب الإقراض الجديدة التي تم تبنيها في هذه الخطة وأن تتبع دول أخرى نفس الأسلوب أود أن أشكر كذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدعمهما لنا معظمنا كدول مدينة نتحدث مع بعضنا البعض ونتعلم من الدروس المستفادة لذا شكرا لكم لإعطائنا هذا الدرس الذي سوف نتشاركه كتجربة مع الدول الأخرى وأود أن أتقدم كذلك بالشكر للدائنين كل الدائنين الذين تعاونوا معنا في خطة إعادة جدولة الزيون دون تعاونكم لم يكن من الممكن أن نحقق هذا أود أن أذكر كذلك أنني يجب أن أشكر شعب زنبي على صبره لقد أخذنا هذا المشروع كأحد مسؤولياتنا قبل أن نشكل الحكومة كحزب معارض مسألة إعادة هيكلة الزيون كانت أمراً أساسياً لنا في زنبيا والحزبنا والشعب في زنبيا كان صبوراً للغاية وانتظر تعديلات وعملية إعادة الهيكلة للزيون وهذا درس أنا أريد أن أشاركه مع الدول الأخرى أن القيادة مهمة على مستوى الدولة يجب أن تكون القيادة رؤيتها واضحة بشأن ما الذي تريده وأن توضح هذا للمواطنين لأن الشعوب بالطبع لا تعرف كل شيء لذا عندما تتحدث معهم عن إصلاحات المؤسسية والمالية يجب أن تتحدث بانفتاح لذلك أقول أننا يجب أن نكافح كذلك الفساد عندما تنفذ إصلاحات فإنك تواجه الفساد والفسدين لذلك من المهم كقادة أن نأخذ هذه النقطة في الاعتبار ونتحدث عن هذا مع مجتمعاتنا لأنهم كلهم بالطبع سوف يواجهون المعاناة ولكن باقتناعهم سوف يدعموك لذا شكراً لشعب زنبيا دعوني أضع كل هذا في سياقه الفقر وتغير المناخ هذا هو السياق لقد قلنا بالفعل أن الفقر وتغير المناخ مرتبطان حتى قبل أن نتحدث عن التمويل الجديد أو المزيد من التمويل يجب أن نساعد الدول على النمو لأنه عندما لا تنمو الدول اقتصادياً لا تستطيع أن تتوقع من شخص فقير أن يقبل تحمل عبء إضافي هذا أمر ضروري استيعابة لتحقيق التنمية الفقر في الواقع يفاقم من أزمة تغير المناخ وإجراءات الحد من آثاره وهذا واضح للغاية إذا كنت تطلب من فقير أن ينتقل من طاقة ما إلى طاقة جديدة من ينتقل من الفحم مثلاً إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لن يقبل هو بالفعل مضغوط ولا يستطيع أن يقبل الأسليب الجديدة لذلك يجب أن نجعل الفقراء في دولنا أقل فقراً حتى يتمكنوا من أن يدعموا التغييرات المطلوبة للتخفيف من تغير المناخ وتأثيراته السلبية أعتقد أن هذه نقطة مهمة للغاية ومن الممكن أن نقول كذلك أن تغير المناخ على الجانب الآخر قد فرض التزامات جديدة على الأفقر مثلاً إذا ذهب مزارع لزيارة السكرتير ألن قبل ذلك هو كان لا يستطيع أن ينتج منتجات زراعية كافية وتغير المناخ جعل موسم هطول الأمطار الواحد ينخفض معدل إنتاجه من المحاصيل لأنه ربما موسم يأتي جفاف وموسم آخر يأتي فيضانات هو ليس لديه أي فرصة لتغيير طريقاته أو أسلوبه لذا قبل التحدث عن تمويل إجراءات التخفيف من تغير المناخ والدعم والتمويل والتكنولوجيا علينا أن نتحدث عن أشياء مرتبطة بالجينات والتعديل الوراثي في الزراع أنا أعطيكم سياق لكل ما نتحدث عنه علينا أن نفكر في كل هذه الأشياء لأنه لا يكفي فقط أن نقدم تمويل على الطاولة بل علينا أن ندخل في تفاصيل المشكلة كيف نطبق هذا التمويل لكي نواجه التحديات التي سببت تغير المناخ وعندئذ نستطيع توجيه التمويل لتلك المجالات التي سوف تؤدي إلى نتائج تساعد الأقل حظاً لتحسين مستوى معيشتهم ومن المهم كذلك أن ننظر إلى مسألة حصاد المياه حصاد المياه مجال آخر للاستثمار بالإضافة إلى الري المستشار الألماني يعرف ملا أننا قد ناقشناها هناك كثير من التطبيقات الجديدة المرتبطة بالرأي وحصاد الأمطار والمياه التي تجري في العالم ودعونا أقول لكم درس آخر من دروسنا في خطة إعادة هيكلة الديون هي مسألة السرعة التي ننفذ بها الأمور إطار مجموعة الدول العشرين كنا نتحدث عنه منذ واحد وعشرين شهر استمرنا في النقاشات لفترة طويلة كان لدينا واحد وعشرين شهر ونحن سعداء للغاية بأننا قد أنجزنا هذا بالأمس ولكن الدول التي سوف تتبع نفس خطواتنا عليكم أن تسرعوا من العملية لديهم بحيث تتطلب وقتاً أقل إذا كنا نريد أن نتحدث عن انتقال من نظام طاقة إلى نظام طاقة آخر يجب أن ندرك أهمية الوقت كل يوم نتأخر فيه في تنفيذ أشياء تحت سيطرتنا يزيد من التكلفة والأضرار الدرس المستفاد التالي الذي أود أن أشاركه معكم المستشار الألماني بالأمس قرر نقطة مهمة أنه من المهم لنا كمجتمع دولي أن نحشد مواردنا ولكن هذه الموارد يجب استثمارها لمساعدة الاقتصادات في الدول الأقل نمواً على النمو لأننا بذلك نبني قدرات تلك الدول وتلك الاقتصادات للتخفيف من آثار تغير المناخ وهذا من شأنه أن يخفف من الفقر لذا نريد أن يكون الأمر قيمة مضافة ليس فقط من خلال تطوير الصناعات ولكن من المهم أن ننظر إلى الاستثمار في التنقيب والاستخراج للمعادن الأساسية وكيف يمكن أن نعطيها قيمة مضافة داخل الدول التي توجد بها فهذا بالطبع سوف يساعد في نمو إجمالي الناتج المحلي يخلق فرص العمل ويعطي فرص للاستثمار في تلك الدول أعتقد أن هذا أمر يجب أن نحققه وليس فقط مجرد مناقشات عامة علينا أن ندخل في التفاصيل ونقول أن هذه هي المتطلبات هذه هي الاحتياجات ولكي نحقق استفادة متبادلة كما ذكر أحدهم بالأمس نحن لا نريد أن يحدث استقطاب بين شمال الكرة الأرضية وجنوب الكرة الأرضية فهذا ليس الحوار الذي نرغب فيه نحن علينا أن نعمل لهدف أسمى لعالم نستطيع أن نورثه للأجيال القادمة وأخيرا يعجبني روح الشراكة الموجودة بيننا هنا ويعجبني ما سمعته من القادة كلكم أعتقد أن هذا هو ما يجب أن نفعله والآن علينا أن نضع كل ذلك في سلة واحدة نضع خطة عمل بإطار زمني محدد ونبدأ في العمل إذا كانت القيادة السياسية متوافرة القرارات واضحة نحتاج الآن إلى الفنيين والخبراء لكي يبدأوا في العمل ومسألة الرصد والمتابعة مهمة للغاية والشيء الأخير أود أن أتقدم بالشكر لما ذكره رئيس الوزراء الصيني وكذلك كل قادة الذين تحدثوا قبل لأنهم ذكروا مسألة الصراع لا نستطيع أن نحقق ما نرغب في تحقيقه إذا سمحنا للمجتمع الدولي بأن يركز وقته وجهده وموارده والتكنولوجيا على النزاعات والصراعات علينا التزام جميعا بأن نجعل دولنا كلها تتمتع بالسلام بدون صراعات وأن لا نسهم في عدم استقرار الدول المجاورة أو الدول البعيدة لأن غياب الاستقرار في منطقة ما من العالم يعني غياب الاستقرار في العالم كله لذا علينا أن نستفيد من الموارد في التنمية بدلا من التركيز على الصراعات وتكلفة رأس المال يجب أن تكون موجودة كذلك في هذه السلة أفريقيا مثلا تدفع أعلى تكلفة على رأس المال وهذا أمر خطأ لأن هذا لا يساعدنا وهذا يصعب من أوضاعين علينا أن نتعامل مع مسألة تكلفة رأس المال وتوفيره شكرا الآن الكلمة إلى الرئيس البرازيل وبعد ذلك الرئيس جنوب أفريقيا إن النظرة وكذلك الرؤية من أجل التمويل العالمية ومن أجل الحد من ظاهرة الفكر والتغييرات المناخية إليك الكلمة الآن سيد الرئيس سيد الرئيس البرازيل سيد الرئيس البرازيل سيد الرئيس البرازيل أود كذلك أن أرسل تحدياتي للرئيس السابق لبرازيل وكل رؤساء الدول. وأود أن أتقدم كذلك بالشكر لممثلين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك بنوك التنمية متعددة للأطراف. أود أن أقول لك أنني قد قمت اليوم بتغيير كلمتي بعد الاستماع إلى مناقشات الأمس. أود أن أتحدث عن أهمية أننا في عام 2025 علينا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة. وأتمنى أن نشارك جميعاً في كل النقاشات المستقبلية. أن الكثير من الناس تتحدث عن منطقة الأمازون ولا يزورها الكثيرون. أن أمازونيا تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا وهي مساحة كبيرة من الأراضي. ولدينا كذلك أمازونيا الاستوائية في الإكوادور. لذلك نحن ننظم اجتماع بين كل رؤساء تلك الدول المشتركة في المنطقة. منطقة حوض الأمازون. ونحن نتعاون على مجموعة من المشروعات في هذه المنطقة. ونحن قد تعاوننا مع الكونغو وإندونيسيا والإمارات لتنفيذ الكثير من المشروعات. ولتنفيذ اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ. لكي نقوم بحماية البيئة. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية. لكي نساعد السكان الأصليين في ذلك. نحن في الغابة في البرازيل. لدينا مساحات كبيرة من الأراضي التي يجب أن نقوم بحمايتها. ولدينا تقريبا 300 صنف ونوع مختلف من النباتات والأشجار والحيوانات. وهي تواجهة الآن كثير من المشكلات بسبب تغير المناخ. بالإضافة إلى هذا، هناك كذلك مشكلة الجريمة المنظمة. والجريمة المنظمة التي تقوم بقطع الأشجار من الغابات. ونحن نحاول أن نمنع مثل هذه الممارسات. هذه أول نقطة أردت أن أذكرها لكم ثانياً. أو برازيل كذلك لديها كثير من الفرص المتعة في مجال الطاقة. بشأن الكهروب.